اخوتي اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في هذه الحلقة لدينا خبر صار للعائلات التي لديهم معاناة مع المصاريف والسبيزا اذا في هذه الحلقة رسميا تمت الموافقة على الكارتة ريس بارميو سبيزا يعني واحد الكارت التي سيشارج فيها واحد المبلغ ذي الفلوس على اساس ان العائلات سيأخذوا بها السبيزا يعني كل ما يتعلق بالاشياء الخاصة للمنزل وهذا الكارت ارى غادي تم التطبيق ذيالها ابتداء من يوليوز شهر سبعة ولكن في هذه الحلقة غادي نشرح لكم اشكون هم الناس اللي عندهم الحق في هاد الكارت كذلك اشنا هي الشروط اللي لازم تتوفر في هذه العائلة وكم المبلغ اللي غادي تستفد كل عائلة كذلك فين غادي تقدموا الطالب ومنين خاصكم تأخذوا هاد الكارت وحاجة اخرى مهمة للناس اللي عندهم راديتو ديتشيتا دينانسا واش عندهم الحق انهم يستفدوا من هاد الكارت ولا لا كذلك الاخوان اللي عندهم لا ناسبي يعني اللي ديكوباتشوني او مجموعة من الاشياء اللي الناس تستفدوا منها واش عندهم الحق انهم استفادة من هاد الكارت كل هاد المعلومات غادي نعرفوها مع بعض في هاد الحلقة اذا ما تمشوش بعيد بعد الفاصل سنواصل اذا كما تشوفو هذا هو المرسوم الوزاري هاد المرسوم راه تم التوقيع عليه من طرف وزير ديال الفلاحة وترشيد سياسات الغذائية وكذلك من طرف وزير الاقتصاد والمالية هاد المرسوم تيتكلم على هاد الكارتا دير اسبارميو وهنا راه كين نشرح غادي نحاول ان نشرح للناس رسميا كما تتشوفو مباشرة اول حاجة اللي يتكلم عليه هاد المرسوم تيتكلمو من بعد انه هادك المشروع اللي كنتكلمت عليه في واحد الحلقة السابقة ذيال بروجيتو بوليس اللي دارتو لا بوست ايطالياني يعني الاساس انه غادي بدا في الكمونيات اللي تحت من 15000 نسمة وكذلك غادي يعموها على الجميع للناس اللي بغاو يبدو الكارتا دير اسبارميو ولا الباسبور يعني الباسبور ايطالي ومن هذا غادي تم ادخال احتى المشروع ذيال الكارتا دير اسبارميو لانه هذي مشاريع تتضمن في مجال ذيال المشاريع ذيال بي ان ار اير هنا اللي تهمنا احنا في هاد الحلقة هو هاد الفوندو من بعد الوزارة خصوصا وزارة الفلاحة لقاوا واحد النقص في الاستهلاك ذيال المواطنين يعني بمساعدة وزارة المالية كان واحد النقص بحكم المعيشة الغلاء ذيال المعيشة هنا في ايطاليا الناس اصبحوا تشريوا غير الاشياء الضرورية اما الاشياء الغير ضرورية ارى الواحد تتشاهها غير مرة مرة علاش لانه الظروف صعيبة هاد الايام اذا الدولة الحكومة الايطالية قررت على اللسان الوزير ديال الفلاحة وكذلك وزير المالية انهم غاد يديروا هاد المساعدة ولو انها مساعدة مهمة للعائلات احنا غذي نشرحوها لكم في عجالة اول شي كان بونود لتتشمل هاد الكارتة الريسبان يعني اول شي انها واحد الكارتة يعني غذي تاخدوها غذي يرسلوها للناس خاصة باش بانك تاخد بها كل الاشياء الضرورية فقط يعني الاسبازة اليمينتارة اي حاجة خاصة سواء في السوبر ماركت او سواء خاصة بالخضراء ما تاخدش بها الاشياء يعني الالكول هنا بالنسبة للناس اللي انذيرين الايطاليين والجميع اي حاجة خاصة بالكوحول او اي حاجة اللي ما تدخلش يعني في الضروريات غير مسموح بها ولكن ركين فيها شروط مهمة لازكم تعرفوها اول حاجة الشرط الاول من بين الشروط انه هادك العائلة اللي غذي تستفد من هاد الكارت انها تكون مسجلة فاش في الكموني يعني عندها ريزيدانسة قانونية يعني لك انوليداتك مما ريزيدانسة يش معاك ما عندهمش لا ريزيدانسة ارى ما غذيش تستفد كذلك الشرط التاني المهم انه ان يكون عندك الايزاي اقل من 15 الف اورو ما يكونش كتار من 15 الف اورو وشرت مهم انه مداروهاش بانه غير محدد شحل مداء ذي الريزيدانسة مطالبين سنتين ولا اربعة ولا خمسة يعني في هاد المرسوم وراه غذي يخرج من بعد هاد المرسوم وحد دي كريتو اتواتيفو يعني غي شرحو فيه كل هالمعلومات في داخل اجل 30 يوم وبداية هاد الكارت غذي يبدأ من واحد في شهر سبعة غذي يبدأ ويستفدو من هالناس كذلك حاجة مهمة اللي غذي نتكلم بها خاصة للناس ديال الريزيدانسة كما تشوفو هنا في المرسوم تقول لك الكنتريبوتو نو ناس بيتا اي نوكلي فملياري كالذات دي انترادين فيقوري يعني باش نوضح لكم زيال ده البرزينت ديكريتو يعني انكلوذي التيتولار دي الريزيدانسة نره من رادي تو انكلوزيوني وكذلك اللي عند كان لانااسبي وكذلك اللي عندهم الديسكون يعني تاهم استفدو من واحد الخطوات flight كذلك اللي عندهم موبوليتاه لاندهنيتا الموبوليتاه اللي خرجوا من وزينات وعندهم موبوليتاه سانته يد كذلك الناس اللي عندهم الفندوェ دي سوليداريتي يعني اللي عندهم قاسا هم هم لستافدوش بشرط غدي نشرح لكم اشنا هو الشرط وأي مساعدة من المساعدات اللي تتستافد منها من الدولة يعني شهريا ماش مساعدة أعطاوك واحد مساعدة مرة وحدة فقط لا اللي تتستافد منها شهريا هذه اللي عنده مثلا واحد لاسيني وسوشالة ما ديرينش هنا الناس ديال هنا ما مدخلينهم أنا تنتكلم معنا لهذا الإخوان ولكن بشرط أنه الناس اللي عندهم هذا الريديتور شذا دينا ننصو الريديتور إنكلوزيوني وكي ما شفتو احتلوا ولده شهر تسعود يعني اي واحد ابتداء من واحد سبعة ما بقاش يستافد من هذه مثلا الريديتور تسعود ستحييض نهار ثلاثين شهر سبعة اذا إذا كنت انتهى من الناس اللي عندهم الريديتور تسعود ستسعود لك شهر سبعة من بعد ستستافد إذا كنت تتوفر فيك الشروط سنقوله من بعد كذلك الناس اللي عندهم ديسكوباتسيوني إذا سالة ديسكوباتسيوني في اخر شهر ستا يعني ابتداء من شهر سبعة ستستافد عادي بشرط توفر فيك الشروط لنقوله من بعد الخاصة بالعائلة إذا اللي عندهم هذه المساعدات ربما عندهم سلحق من الاستفادة الى كانت هذه المساعدة مازالة ستستافدوا من السنة 2023 كاملة وهنا رب واحد الحاجة مهمة الكونتريبوتو اللي غد يعطيه را غير مرة واحدة ولكن را دائما غير مرة واحدة ولكن را لا يمكن ان هاد المرسوم وكل هاد شي كامل من أجل مرة واحدة را غادي يكونوا مرات أخرى ولكن حاليا كان المساعدة دي 382 أورو فاصلة خمسين لكل عائلة وممكن انها يكون عنده واحد الكريمانتو نلم يزورها يعني ممكن تكون واحد زيادة في هاد المبلغ اللي شارحينا فين فلارتي في البند الثامن غنوصلوا لي ان شاء الله إذا من اللي غنشول البند الثالث تيتكلم على كونتريبوتو را خاص غير بالبنية المنتارة دي البرمانيشيسيتا يعني الحاجات الضرورية وأي حاجة تخالف ما دخلش في هذا الاسبيزا ورا غادي شرحوه في البندو أتواتيفو اللي غادي المرسوم الأتواتيفو اللي غايجي دكريته في البند الرابع أشي يقول بأنه هاد الكارتة ريسبارميو را لازم غادي نعطيوها غير لهاد الفئات فقط شكونا هم هاد الفئات يعني أول حاجة را غادي ليمبس هي يعني ماش نسرح عليكم ليمبس هي اللي تترسل للكوموني تتقول يم هاد الناس هما اللي عندهم الحق يستافدوا علاش لأن ليمبس عندك كل المعلومات ولكوموني اشنو غادي تدير غادي ترسل للعائلات غادي تقول لكم وديرا كنتوما اللي عندكم الحق في الاستفادة شكونا هما هاد العائلات اللي عندهم الحق في الاستفادة أول حاجة كالكاتيجورية A والB والS يعني من اللي تقوله الA رغا يستافدوا وعندهم الأسباقية على الكاتيجورية B وكذلك الB عندهم توم الأسباقية على الكاتيجورية C إذا الدرجة الأولى هما النوكليو فاميلياري العائلة المكونة من ثلاث أشخاص على الأقل يعني الزوج والزوجة وولد أو بنت ويكون عندهم هذك الولد يعني زايد من قبل يعني من بعد 31 ديسمبر 1990 يعني يكون زايد في الشهر 2010 2011 2012 2013 هذا عنده الحق أنه يستافد من الدرجة الأولى وعنده الأسباقية ويكون عندهم الإيزاي أقل من 15 ألف أورو وكذلك الشرط المهم اللي قلنا مقبل أنه يكون داخل في السطادودي فاميليا يكونوا كلهم ريزيدانتي الكاتيجورية B يكون النوكليو فاميلياري يعني كومبوستو منين دائما من تري كومبونانتي يعني الزوج والزوجة وابن أو بنت ويكون عندهم هذك الإبن أقل شيء يكون زايد في الـ 31 2012 2005 يعني يكون في 2006 2007 2008 هذا رأى عنده الحق أنه استفادة وعندهم الأسباقية ولكن دائما الإيزاي أقلهم 15 ألف أورو ويكونوا كلهم في السطادودي فاميليا أما الكاتيجورية الثالثة دائما يكون نوكليو فاميلياري دائما من ثلاثة دي الأشخاص ويكون ثلاثة الأشخاص يعني الزوج والزوجة والإبن ويكون عندهم لا بريوريتا دائما وهنا ما محددينش السن والعمر ذي الإبن يعني يكون في أي عمر أهم حاجة يكون عنده الإيزاي أقل من 15 ألف أورو ويكونوا كلهم مسجلين في يعني في السطادودي فاميليا وهنا رأى ممكن يدخل تري كومبونانتي ما محددينش واش إبن ولا لا ولا بنت ممكن يكون حتى الزوج والزوجة والأب دياله والأم دياله لأنه هنا ما محددينش لا داتة دي ناشطة كذلك حاجة مهمة أنه في داخل 30 يوم من المشاهد في دياله من الناس التي تتكلمون على شهر 5 إن شاء الله ستجدون لها لوائح في المشاهد من المشاهد ترسلهم للمشاهد لتأكدوا بأنهم كينين وموجودين تتواصل معهم الكموني تترسل لهم واحد الرسالة على أساس أنهم سوف يستفدون حاجة مهمة كنت قلت لكم كيف تقديم الطالب هنا لا يوجد طريقة تقديم الطالب لأنه كل شيء سيأتي أوتوماتيكي لا تقدم لا طالب ولا أي شيء وهذه حاجة مهمة وكنت دائما تنطالب بها على أساس أنه يكون حالنا بحد دول أخرى لا نقوم دائما ندير دماندة وتسنى لفراسه وليما فراسه لا يدير لا في هذا المرسوم يعني أنا صراحة أعجبني أنه سيكون كل شيء أوتوماتيكي على حسب اللي مسجل عندهم في الاتباس ديالليمبس وديالكمون وهنا الكنتريبوتي يعني الكنتريبوتو يعني غير مرة واحدة ولكن أنا سأشرح لكم بحكم التجربة ما الذي تقوله هنا مرة واحدة كيف سيأتيو هذا الكنتريبوتو؟ لو أنهم كانوا غير يأتيو مرة واحدة وسالينة كان أنهم سيرسلوه يقول لكم كل واحد يدير الإيبان دياله ورسلوه في الإيبان وانتهى الموضوع إلا هنا من بعد هذه الشاركة اللي دارت الدولة الإيطالية مع الإيبوست إيطالياني في المشروع اسميته بروجيتو بو بوليس والناس اللي بغاوا يشوفوا هذا الفيديو را قد تلقوه هنا يا أولا كين دابا في الحلقة حاطوا لكم هنا يعني اللي بغا يضغط عليه وكذلك تلقوه في صندوق الوصف الناس اللي بغاوا يدخلوا ويشوفوا الحلقة باش يفهموا المغزى ديال هاد المشروع إذا هاد الكونتريبوتو غادي يجي في واحد لا كارت بوست باي اللي غادي تعطيها لكم الدولة مجانا هاد لا كارت بوست باي فين غادي تلقوها في لا بوستة ولكن كيفاش غادي تدير تتاخدها غادي يجيك واحد الإرسالية واحد الإعلام ولا واحد المكالمة هاتفية من الكوموني ديالك على أساس غادي يعطيك واحد الورقة يا إما غادي جيك عن طريق البوستة البريد ويا إما غادي كلموك وتمشي عندهم وتأخذ واحد الورقة هذه الورقة غادي تمشي بها البريد البوستة غادي يعطيك هذه الكارت بوست باي وفيها غا تلقى الاسم ديالك وهي اللي غادي تبقى تقدى بها في كل السوبر ملكات يعني وهذه حاجة مهمة غادي نشرح لكم لدروري خاصكم تعرفوها وهنا را لا كارت غادي تصالحها للاستعمال للشخص اللي في الاسم دياله فقط يعني غا تكون غير في اسم الزوج أو الزوجة اللي خدام اللي عنده الريديتو مديك لاري عند الإيمس وهنا را ماشي كل يعني را غادي يعطيك فاديك الورقة أشمن بريد اللي غادي تمشي له لأنه ماشي كل المكاتب ديالبريد غادي تلقاه ما عنده مادي لأنه تلقى دائما غير في واحد المكتب ديالبريد اللي هو الكبير اللي مكلف في هذيك المنطقة حاجة أخرى يعني هنا شحال ماكسيموم ديال اللي كارت بوست باي اللي غادي تعطي الدولة هنا في إيطاليا هي مليون وثلتمائة ألف بوست باي يعني أتمنى أنك تكونت من الناس المحظوظين وغادي تجيك هاد الكارت وهذه الكارت كما قلنا را فيهم الاسم ديال الشخص اللي غادي يستفد ورا غادي يبدأ هاد الكارت ابتداء من شهر لوليو الفين وثلاثة وعشرين يعني صالحين أنك تتقدى بيهم هذيك سبيزا هذيك الكارت غادي تجيك عامرة فيها أقل شيء ثلتمائة واثنين وثمانين فاصلة خمسين وتتختلف على حسب نوكليوفا ملياري هنا حاجة مهمة بالنسبة للاكارت را من لي تتأخذ هذيك الكارت في الشهر السبعة مش غادي تتأخذها وتخزن فيها الفلوس وتنساها لا را آخر أجل باش أنك تصرف يعني على الأقل مش تصرف المبلغ كامل ولكن على الأقل تشري بها واحد سبيزا آخر أجل يعني هو 15 سبتمبر 2023 إلا ما شريتيش بها سبيزا في داخل أجل 15 سبتمبر را غادي يحيدوا لك الفلوس وغادي يديهم لك علش لأنه سيكونت ما محتاج لهم هنا اللي كنت قلت لكم بأنه في البند رقم 8 وهنا هذا البند رقم 8 علش قالوا بأن 382.50 ممكن تزاد هذه دعوة للناس الأجانب اللي عندهم محلات تجارية سواء عندك نيجوسيو أليمينتاري ولا عندك محل ذي الخضار ولا عندك إلا كنت تتبيع أي حاجة لخاصة بالمواد الأساسية هنا عندك الحق يا أخي ويا أختي إلا كان عندك البرتي تائفة ومستجل قانونيا لأنك هتنتع تقدم الطالب على أساس أنك تستافذ وأشنا هي استفادة ديالك ماشي أنك هتأخذ فلوس لا أن هذه الكارتة عند الحق الناس أنهم يجيوا وتقدموا من عندك لأن هذه الكارتة ماشي صالحة لكل المحلات التجارية وكل السوبرماركت لا غير اللي هما مشاركين في هذه العملية لأنه سيكون فيهم وحد الخصم يعني إلا كان عندك محل الدولة تقول أوكي أنا سأعطيك الحق في الموافق أنك تستافذ أن الناس يجيوا وتشيروا من عندك ولكن تقدموا واحد الدعم أنك تديروا واحد الخصم لهذه الناس اللي سيشيروا من عندك إذا أنت تتوافق ممكن تديرهم خصم وذلك الخصم راتيجي أوتوماتيكي من اللي سيشير الواحد بلا كارت ممكن يكون واحد في المئة جوج في المئة ثلاثة إلى حدود خمسة في المئة على حسب نتول إيمان ديالك وأنا أنصح الناس اللي عندهم البيع شراء قليل وراء الناس كثيرة عندهم تجارة يعني ذا بالبيع قليل يدخلوا في هذا المجل لأنه مهمة يعني مليون وثلتمائة ألف كارت بوست باي ضروري ما غادي يوصلك انتغير واحد العشرة ألاف شخص ولا خمسة ألاف إلى شراء من عندك دائما را غادي تستفد وهذا الكارت كما قلت لكم ولو أنها فيها غير مرة واحدة غيحطو لكم هذا الكنتريبوتو هذك الكارت غادي تبقى عندك صالحة لمدة أربع سنوات وفيما كان شي كونتريبوتو للوزارة أي وزارة بغاية تعطيك هذا الكنتريبوتو غادي تحطو لك مباشرة بدون تقديم أي طالب وهذه را خطوة مهمة صراحة شخصيا عجبتني على أساس ما غاديش يبقى أول حاجة يبقوا يضيعوا هذك الوراق وبقوا يضعوا في الدماندات وذلك الناس اللي تبقوا يبرقوا هذا ما بقاش عندهم يعني تشي هداف أنه دابا يبرقك ولا ما يبرقكش را كل شي غايجي أوتوماتيكيا من الليمس إذن هذه خطوة مهمة صراحة عجبتني شخصيا وتنظن حتى انتم مرة غادي تعجبكم والناس اللي عنده رأي مخاليف كتبها لنا باش يشوفوا واش بالصح هاد الكارت هادي بها الطريقة غايستافدوا من الناس وغادي تحمي الناس اللي تتخزنوا وتمشوا الكومونيات على أساس باش يضروا إخوانهم باش هم يستافدوا الاستفادة أصبحت عامة للجميع وتنسمن الله من الله سبحانه وتعالى أنكم دعموا قناة الجارية العربية باللايكات وبارتاجي والفيديو مع الإخوان والأخوات دلكم باش تعمل فائدة لجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة